اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حماد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان نجاح موسم الحج هذا العام يضاف الى سجل النجاحات المشرفة التي اثبتت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة على مدى التاريخ قدرتها على توظيف الجهود المخلصة والامكانيات الهائلة لخدمة الحرمين الشرفين والتعامل مع ضيوف الرحمن باعدادهم الغفيرة من كافة بلدان العالم واستيعاب متطلبات استضافتهم بترحاب وبحس عال من المسئولية بما يؤكد على الدور المحوري الذي تطلع به المملكة في خدمة الحجاج وتهيئة كافة ما يحتاجونه لأداء مناسك هذا الركن من اركان الاسلام بكل يسر وفي لقاء لسموها بقصر رفاعة اليوم بحضور نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مع سعدة دكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة نوها سموه بأن المتابعة الشخصية والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لسير موسم الحج هذا العام كان له الأثر الكبير في تعقيق هذا النجاح الكبير إلى جانب الجهود الكبيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع موضحا سموه أن الأولوية التي توليها المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين تتجلى من خلال التوسعات المتتابعة للحرم المكي والتي تعد مؤشرا على الاهتمام البالغ لتطوير المشاعر المقدسة وخلال اللقاء سعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى أن أبلو لرئيس مجلس الوزراء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وأثنى سموه على الدور الذي يقوم به سعادة السفير في العمل على توطيد هذه العلاقات وزيادة التعاون الثنائي على كافة الأصعدة من جانبه عرب سعادة الدكتور عبد الله من عبد الملكي الشيخ عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تفضل به سموه والاهتمام الذي يوليه في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين الراسخة والدفع بها نحو آفاق أرحب